للمرة الخامسة تهبط طائرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث في مطار صنعاء يجري الرجل مشاورات مع قيادات الميليشيا ويعود منها بلا نتيجة غير إبداء التفاؤل المبني على الوهم كما تقول نتائج الزيارات المتكررة عقب إعلانه عن فشل المشاورات في مؤتمره الأخير بجنيف تجنب غريفث تحميل الحوثيين مسؤولية إفشال المشاورات وفي نفس اللقاء قال إنه سيتوجه إلى صنعاء ومسقط للقاء الحوثيين بعد أن رفضوا القدوم إلى جنيف تحضر الحديدة في هذا الصراع بشكل كبير كل طرف من زاويته الإمارات التي تقود معركة الحديدة تقول إنها ستقدم على التصعيد العسكري في المدينة بهدف إجبار الميليشيا على الجلوس لطاولة الحوار كما جاء في رسالتها لمجلس الأمن أمس الأول بينما تدعو الحكومة اليمنية إلى تحرير الحديدة بالكامل لاستعادة الأرض وتخريص المواطنين من تسلط ميليشيا الحوثي المبعوث الأممي هو الآخر يعتقد أنه يستخدم ملف الحديدة لتحقيق تقدم في المساعي التي يبذلها خاصة بعد الفشل الذي مني به في جنيف قبل أيام السؤال إذن هل إصبحت الحديدة بمعنائها ومئات الآلاف من مدنيها كرت استثمار تفاوضي وابتزاز سياسي على حساب حياة الناس وقوتهم على الجانب الآخر من المشهد وقعت الأمم المتحدة مع ميليشيا الحوثي اتفاقا بتسير جسر جوي من مطار صنعاء لنقل جرح الميليشيا والحالات الطبية الحارجة كما وصفها إعلام الميليشيا بيد أن هناك مخاوف من استغلال هذه الفرصة لنقل جرح وشخصيات سياسية من حزب الله وإيران لا سيما وأن هذا الملف كان هو سبب عدم سفر الحوثيين إلى مشاورات جنيف لا يبدو الطريق معبدا أمام مارتين جريفث يعزز ذلك ما وصفه الناطق باسم الميليشيا محمد عبد السلام عقب لقائهم في مسقط بأن الجهود السياسية متعثرة فما هو إذن سر تفاؤل جريفث الدائم بتحقيق تقدم سياسي باتجاه الحل؟